اخبار من الحدف وسط التراجع الملحوظة للجماعة وفد تركي في القاهرة والإخوان يغيرون اسمهم في ليبيا أنقرة تدافع عن وجودها العسكري بليبيا وتتحصن بالاتفاقات الأمنية ووزيرة الخارجية الليبية تطالبها بالتعاون وسحب المرتزقة تهم فساد جديدة تطارد ممتلكات حاكم المصرف المركزي وعشرين سياسيا في برانسا وباريس تتحدث عن مكاسب غير مشروعة نحييكم ونبدأ من ملف جماعة الإخوان والتراجع الملحوظة والخسائر التي تكبدتها إثر تخلي تركي عنهم فيما كانت بدأت بوادر انهيارهم الأساسية بعد فشالهم في مصر وانكشاف مشروعهم التدميري والإرهابي ويصف خبراء في شؤون الجماعة بأن الإخوان لديهم القدرة على ارتداء أثواب تلائم كل بيئة مجتمعية مع اختلافاتها كما اللعب على التناقضات السياسية فتراهم على شكل جماعة النهضة في تونس أو التسمية الجديدة لهم في ليبيا فيما ثوبهم الأساسي تجده في مصر مختلفا بين حقبة وأخرى كل ذلك سنناقشه الليلة مع ضيوفنا لكن نبدأ بتطور سياسي في ليبيا حيث دعت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش دعت تركيا إلى التعاون لإنهاء تواجد كل القوات الأجنبية والمرتزقة على أراضيها مطالبة إياها بأن تساهم في تثبيت وقف النار جاء ذلك خلال زيارة ضمت وزيرية الخارجية والدفاع التركيين لترابلوس وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين الليبيين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة عبد الحميدة بيبة من جانبه رفض وزير الخارجية التركية مساوات تواجد قوات بلاده في ليبيا بما وصفها بالمجموعات غير الشرعية معتمدا بذلك على مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وأنقرة وندعوها من هذا المنبر أن تتخذ خطوات لتنفيذ كل بنود مخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن والتعاون معا فيما يتعلق بإنهاء تواجد كل القوات الأجنبية والمرتزقة على الأراضي الليبية حفاظا على السيادة الليبيين هناك بعض الأصوات تتعالى وتحاول أن تساوي بين الوجود التركي في ليبيا ووجود قوات غير شرعية المتمركزة على الأراضي الليبية كانت هناك العديد من الحملة على العاصمة طرابلس وتلقينا دعوة ولبينا دعوة ليبيا لمساندة الحكومة الليبية من أجل حمايتها من الحملة العسكرية عليها وبالنسبة إلى التعاون الأمني والعسكري قدمنا دعما لوضع حد لجميع الحروب الموجودة في ليبيا وكانت مثالا يحتذا به تتوالى الاجتماعات لجامعة الإخوان في ليبيا للبحث عن مخرج عاجل من بين فكي الكماشة الذين وقع بينهم التنظيم بفعل التطورات السياسية هناك حيث أعلن التنظيم تحوله إلى جمعية تحمل اسم الإحياء والتجديد وفي بيان من صفحتين رأى مراقبون أن التنظيم يستعد لخوض غمار الانتخابات المقبلة زعما أن هذه الجمعية ستؤدي رسالتها في المجتمع الليبي عن طريق العمل الدؤوب في شتى المجالات وأنه أي تنظيم الإخوان في ليبيا يراعي متغيرات الواقع ويتعامل مع كل مرحلة بما تستحقها من واجبات التغيير أيضا مصادر الحدث عزت هذه الخطوة إلى عدة أسباب أهمها أن تنظيم الإخوان صار يعيش عزلة سياسية ومجتمعية ما دفعه لمحاولة المنورة من أجل التموضع من جديد وتنظيم صفوفه فيما قال محللون أن هذه الخطوة تشي بسحب إخوان ليبيا أيديهم من تنظيم الإخوان العالمي لتصبح الجماعة تعمل في الداخل الليبي فقط ترجمة نانسي قنقر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أحمد بان الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ومن العاصمة التونسية ينضم إلينا الدكتور أعلي العلاني الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ومن بن غازي ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور جبريل العبيدي أهلا بكم أو أهلا بكم على شاشة الحدث يعني سأبدأ من بن غازي والدكتور جبريل دكتور جبريل في أي سياق يمكن أن يتم وضع هذا التحرك الأخير من قبل جماعة إخوان ليبيا بالتحول إلى جمعية تحمل اسم الإحياء والتجديد مساء الخير لك والسادة المشاهدين والضيوف الكرام في اعتقادي دعنا لا نقول أن هذا التحول إنما هو إعادة تسمية لهذه الجماعة وفي اعتقادي لا يختلف المسمى الجديد والمسمى القديم مثل الفرق ما بين مشروب البيبسي ومشروب الكوكوكولا تماما يعني ففي اعتقادي هي حالة تموضع تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين سواء في ليبيا أو في بعض البلدان العربية بعد التقهقر والانهزام للجماعة والتنظيم الدولي وبعد النكسة المجتمعية خاصة في الانتخابات والتراجع الكبير وخسار شعبيتها نتيجة لافتضاح أمرها فتقوم هذه الجماعة الآن بإعادة تموضع وتسميات جديدة في ضمن حفاظ على الجماعة وبقائها سرا لأن هذا التنظيم عشرات السنين تحت الأرض وبالتالي هو قادر على العودة تحت الأرض يعني بمثابة البيات الشتوي كما تفعل بعض الحيوانات عندما يواجهها الخطر تقوم بالبيات الشتوي لحماية نفسها لفترة من الزمن ولكن دكتور جبريل على سبيل المثال في مصر وصل الإخوان إلى الحكم تم عزلهم ورفضهم المجتمع تم حل الجماعة تم حل الحزب الخاص بهذه الجماعة فانكشف الأمر ولكن كيف هو الحال في السنوات العشر الأخيرة مع إخوان ليبيا الأمر واضح إخوان ليبيا عندما انقلبوا على القذافي وقد سبق أن عهدوه بموثيق ومراجعات قديمة وتحالفوا معه ثم انقلبوا عليه وحدث ما حدث في فبراير 2011 وخذوا انتخابات بالخداع والغش استطاعوا حكم ليبيا فترة 2012 و2013 في 2014 الانتخابات التي آتت بالبرلمان الليبي والسلطة التشريعية الجديدة خسر فيها الإخوان لم يتحصلوا على 5% ففي اعتقادي هذا يعتبر أيضا نكسة كبيرة كانت لهم تم ترسوا خلف السلاح الأمر في ليبيا كان مختلفا حيث أن في ليبيا لم يكن هناك جيش قوي في تلك الفترة إنما كانت مجموعات مسلحة تم عادة تدويرها على أنها ضمن الجيش الليبي وهي مجموعات تتبع الإسلام السياسي فاستطاعت أن تتمترس خلف السلاح وتحكم ليبيا بالسلاح من 2014 إلى يومنا هذا لم تكن لدينا حكومة منتخبة حتى الحكومة الصراج جاءت نتيجة اتفاق الصخيرات لم تكن نتيجة انتخابات أو قبول شعبي أو مجتمعي هي فرضت من الخارج فبالتالي استمرار جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا طيلة المترة الماضية كان نتيجة الحروب يعني سيطرتهم على العاصمة التراخي وحالة التراخي الدولي تجاه هذا التنظيم يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي فجأتنا في عادة ترامب بأنها تسعى إلى حظر هذه الجماعة وجعلها جماعة محظورة وإلى آخره في آخر الأمر تراجعت ولم تقوم بأي خطوة تفيد بحظر الجماعة فيما عدا بعض الخطوات من بعض الدول وخاصة دول الربعية ففي اعتقادي أن جماعة الإخوان المسلمين حتى في ليبيا ليس لها حظوظ الانتصار يعني النقصة التي حدثت لها في مصر والخسارة التي حدثت لها في مصر حدثت في ليبيا أيضا وحتى في تونس يعني في اعتقادي أن أيضا في تونس حركة النهضة الشعبية تتدورت يعني ما حصلت عليه في الانتخابات الأخيرة يتدنى إلى النصف من ما حصلت عليه في الانتخابات التي سبقتها فبالتالي في اعتقادي أن الجماعة وجدت نفسها في حالة النفور مجتمعي في العالمين نابد أن نسمع رأي الدكتور العلاني سأعود إليك دكتور جبريل دكتور العلاني الآن هو تغيير الاسم في ليبيا أيضا الاسم في تونس هو اسم النهضة وهي أيضا تتبنى فكرة الإخوان المسلمين اليوم هل بالفعل كما قال دكتور جبريل حركة النهضة فقدت شعبيتها وإلى أين ممكن أن تصل الأمور داخل هذه الحركة بعد كل الانشقاقات والاستقالات الأخيرة داخل الحركة مساء الخير تحية لك ولكل ضيوفك الكرام أعتقد أن التنظيمات الإسلام السياسي التي تجمع تقريبا كل التنظيمات الإخوانية في العالم العربي والإسلامي هذه التنظيمات في الحقيقة في الفترة الأخيرة تمر بأزمة هيكلية وليست أزمة ظرفية بالنسبة إلى الإحياء والتجديد أعتقد أن الإعلان عن تأسيس هذه الجمعية له أهداف واضحة بالنسبة إلى ليبيا ليبيا تنظيم الأخوان فيها قديم جدا هو أقدم تقريبا تنظيم في العالم العربي التواجد الأول للإخوان في ليبيا بدأ في سنوات 1949 وتعرضوا إلى ربما نوع من الصراع مع الملك السلوسي في 1954 عندما اتهمت الجماعة بقتل أحد مقرب الملك وتم حضر الجماعة في تلك الفترة أي أن حركة الإخوان في ليبيا تعود إلى 72 سنة السؤال المطروح هو كيف لهذا التنظيم بحجم ثلاثة أربع القرن يحصل كما قال الأستاذ المتدخل من بن غازك حصلت على ما يقارب 10% في انتخابات 2014 حصلت على 20 مقعد من أصل من مجموع 200 مقعد إذن عملية تغيير الإسم في ليبيا لإخوان ليبيا هو بهدف تفادي تلك الخسارة وتفادي الشعبية المتدنية لهذا التنظيم لارتباطه بعمليات مسلحة ضد السكان وضد يعني العديد من التيارات السياسية الأخرى إذا إعادة تموضع وأنظيم صفوف ماذا عن حركة النهضة في تونس دكتور العلاني؟ بالنسبة إلى حركة النهضة في تونس يمكن القول أنها هي القلعة الأخيرة لتنظيم الإخوان في العالم العربي باعتبار أن هذا التنظيم دخل منذ 2011 في العملية السياسية وربما هو مسيس أكثر من حركة الإخوان في ليبيا ولكن هذا التنظيم بالنظر إلى النتائج التي تحصل عليها نرى أنها في تدني مستمر هو حصل على مليون ونصف صوت في انتخابات 2011 ثم أصبحت في 2014 في 2014 960 ألف وفي الانتخابات الأخيرة في 2019 حصل على 500 ألف أي أنه فقد ثلثي قاعدته الانتخابية وينتظر أن تكون نتائجه في الانتخابات القادمة أقل من هذا العدد الأخير وبالتالي لهذا السبب قلت أن تنظيم الإسلام السياسي في تونس وحتى في العالم العربي هو يعيش أزمة هيكلية السبب الرئيسي ما هو؟ السبب الرئيسي هو أنه عندما وجد الإخوان نفسهم أمام الحكم تغيرت المعطيات الكلام والشعارات والتحليلات التي كانت تقدم قبل وصولهم إلى الحكم كانت تقوم على وعود أكثر ما نصفها بأنها وعود فضفاضة واكتشفنا خاصة في تونس هي تقريبا البلد الذي كانت فيه أو لا تزال فيه تجربة الإسلام السياسي أطول تجربة بالنسبة لمرحلة ما بعد 2011 يعني هناك 11 أو 10 سنوات وحركة النهضة قادت هي طبعا يعني كحزب تدعي أنها الحزب الأول في البلاد قادت الدولة التونسية إلى الإفلاس الاقتصادي إلى الدولة الهشة سنعود إلى كل ذلك وبالتالي الإسلام؟ نعم يعني دكتور العلاني بالتأكيد سنعود إليك في مسألة هذا الحزب المسيس وفيما يتعلق بالانشقاقات الأخيرة داخل حركة النهضة وهذه الأجنحة داخل الحركة ومن يوالي تركيا أذهب الآن إلى السيد أحمد بان في القاهرة أهلا بك أستاذ أحمد إذن ونحن نتحدث عن تركيا هناك وفد تركية في مصر وهذه المرحلة من محاولات التقرب التركية إلى مصر والتخلي عن هذه الورقة التي احتضنتها لثماني سنوات حركة الإخوان أو جماعة الإخوان الوضع الآن داخل جماعة الإخوان بعد كل هذه التطورات الأخيرة ومع كل هذه الأجنحة داخل الجماعة اليوم يعني تحية لك ولضيوفك من ليبيا ومن تونس حقيقة الأمر قد تتغير الأسماء لكن الفعل لا يتغير هناك كلمات مفتاحية قد تشرح واقع التنظيم الآن مثل الارتباك، الإحباط، التخبط وبالتالي عدم القدرة على إنتاج قرار واحد أو سياسة واحدة أو رؤية واحدة بالنظر إلى أن التنظيم لم يعد هو ذات التنظيم صاحب القرار الواحد صاحب الرؤية الواحدة أو الإدارة الواحدة بالحديث عن إخوان مصر الآن لو تحدثنا في المشهد التركي لا نستطيع أن نتحدث عن جماعة واحدة بل عن خمس مجموعات كل مجموعة تدعي أنها الأمينة على أفكار التنظيم والأمينة على مشروع حالة الارتباك ربما تسيطر على قرار كل هذه المجموعات وبالتالي تخرج إشارات متضاربة بفعل هذا الارتباك حتى في العلاقة بين الأتراك ومصر حتى الآن لا نستطيع أن نجزم بسياق واحد يمكن تقييمه بمعنى أننا لسنا أمام تقارب بالمطلق ولا تباعد بالمطلق حتى الآن المسألة في إطار الشد والجزم بين القيادة التركية والقيادة المصرية لا نستطيع أن نتلمس خطوط واضحة فيما يتعلق بالعلاقة بملف الإخوان هناك حالة من حالات الانزعاج داخل تركيا داخل إخوان تركيا بفعل هذا التقارب ومحاولة للرهان على تبدل الأحوال أو عدم مرور سفينة التقارب لكن حتى الآن لا نستطيع أن نتلمس خطوط واضحة في العلاقة بين الطرفين كل هذا لا يغير أن التنظيم يتداعى قواته الرئيسية كانت في مصر الزلزال الذي ضربه في مصر كانت له ارتدادات في كل دول العالم والارتدادات الأقرب كانت في المناطق الأقرب أو البلدان الأقرب وأعني هنا منطقة شمال أفريقيا بالكامل تحديداً لأي مدى ما حدث مع هذه الجماعة ودلالات ما تقول الآن سيد أحمد هذا الزلزال كيف أثر على الإخوان في هذه الدول ولو تعطينا أمثلة يعني حركة النهضة إخوان ليبيا وغيرهم لو تلمسنا واقع ليبيا على سبيل المثال محاولة تغيير الإسم تعني أن حمول التعويم إسم الإخوان المسلمين أصبحت فوق طاقة أي دولة وفوق طاقة أي تنظيم سياسي وبالتالي التحدي الرئيسي أمام مجموعات الإخوان في كل دول العالم وتحدي البقاء وليس تحدي المنافسة السياسية أو الوصول إلى الحكم في الأجل القريب الآن واقع التنظيم هو أو تحدي التنظيم الرئيسي في كل دول العالم وفي الدول العربية التي لازال يحتفظ بوجود معقول فيها وتحدي البقاء قراءة إخوان ليبيا للمشهد ليست معزولة عن الحالة التي عنها التنظيم من عزلة سياسية من انخراط في العنف من انكشاف أخلاقي وسياسي كامل دفع هذه المجموعة من إخوان ليبيا إلى إعادة التموضع تحت العنوان القديم الذي أمن هذه الشعبية التي وصلت بهم إلى الحكم في مصر في السابق فهي محاولة لإعادة التموضع محاولة لارتداء ثوب الدعوة من جديد للحركة وسط الناس وإعادة ترميم الهياكل التنظيمية لكن بيان التحول إلى جمعية دعوية أو اسم الإحياء والتجديد لم يتعرض لقضية المنافسة السياسية لم يتعرض للفصل بين الدعوي والسياسي لم يتعرض إلى أي قضية من القضايا الجادة بل حاول أن يراوغ كالعادة ويستخدم لغة الضحية يعني حين يتحدث عن محاولات التشويه والإقصاء لهم في ليبيا بالضبط ينتكر بليئيات الخاصة المظلومية المعروفة عن الإخوان طيب وهنا دكتور جبريل تحدي البقاء دكتور جبريل لإخوان ليبيا إلى أي مدى هناك حظوظ لهذه الجماعة لإعادة إحياء عناصرها وقواعدها وهيكلتها والدخول في معترك الانتخابات المقبلة التي يعني يقبل عليها ليبيا أو تقبل عليها ليبيا في المرحلة المقبلة في اعتقادي لم يعد لدى هذه الجماعة في ليبيا أي حظوظ يعني حتى المواطن البسيط أو مواطن الشارع بات يعرف تماما هذه الجماعة يسمونها ما يسمونها يسمونها حتى طيور الجنة فبالتالي الشارع الليبي أصبح يعرف هذه اللعبة جيدا لو نظرنا لقراءة أولية لهذا البيان الذي للأسف لم يحترم عقول الملقى عليهم يعني عندما يبدأ البيان بكلمة بيان للناس هو لم يقل بيان للمسلمين ولم يقل بيان للمؤمنين قال بيان للناس هذا يكرر اللغة الاستعلائية لدى هذه الجماعة التي تنظر إلى الناس على أنهم فريقين فريق مسلم أي الأخوان المسلمين وفريق غير مسلم تكفير الأمة بالتالي حتى بداية البيان كانت بلغة استعلائية غريبة أيضا ذكرهم في البيان بأنهم فك الارتباط بالجماعة الدولية لجماعة الأخوان المسلمين هذا اعتراف صريح في الماضي كانوا ينكرون أي ارتباط دولي كانوا يقولون ما يربطنا بالجماعة الأم هو أفكار فقط لا غير هم الآن يحترفون تماما بأنهم كانوا على ارتباط بالجماعة الأم ويردون فك الارتباط والعودة للمظلومية والقول بأن الجماعة تم شيطنتها إلى آخره الجماعة لم يتم شيطنتها يعني أفعال الجماعة داخل ليبيا معروفة من مساندتها لداعش إنكارها لداعش دعمهم والمجاهرة الكارثة أن القيادات الإخوانية في ليبيا كانت تمارس نوع منها حتى الغباء السياسي كانت تظهر للعلن يعني بشخوصهم بأسمائهم المعروفة يعلنون دعمهم للمقاتلين في درنا الذين أحدهم عشماوي كان يقودهم عشماوي يعني كان قيادات كبرى من التنظيم جماعة الأخوان المسلمين تناصر هذه الجماعات ضد الجيش الليبي وكذلك فعلت في بنغازي ففي اعتقادي أن هذه المجاهرة كانت نوع من الغباء السياسي خاصة عندما يقوم بها قيادة كبيرة مثل علي الصلابي أو غيرها أو الإحصادي أو غيرها هذه الأسماء في هذه الجماعة أضرت بالجماعة نفسها في الشارع الليبي يعني عندما افتضح الأمر وظهرت الحقيقة وأصبح في داعش في ليبيا وهزمت داعش وهزمت جماعة القاعدة وهزمت كل هذه الجماعات أصبح الشارع الليبي يدرك تماما بأن هذه الجماعة كانت تناصر جماعات إرهابية وتمارس العنف للوصول إلى السلطة سنعود أيضا إلى هذه النقطة المجاهرة بكل ذلك وبعد هذا الانكشاف كيف ستناور مرة أخرى هذه الجماعة في ليبيا ولكن أعود إلى الدكتور العلاني دكتور العلاني كان هناك حديث عن أن حركة النهضة في تونس أنت كما ذكرت قاضت تونس إلى انهيار اقتصادي ومشاكل أخرى في تونس وأيضا خرجت بر إطار المصالح أو خارج إطار المصالح التونسية وأصبحت تنفذ أجندة تركيا إلى أي مدى هذا الكلام دقيق وإلى أي مدى هذا كان انعكسا على هذه الأجنحة داخل جماعة الإخوان أو داخل حركة النهضة في تونس هو بتأكيد حسب الأحداث التي حصلت في تونس وهذا يعني غير خافي على الجميع السيدة رشد الغنوشي عندما انتقب رئيسا للبرلمان أول عمل قام به وأنه زار تركيا والتقى بالرئيس أردوغان في جلسة مغلقة وأحتجت الصحافة التونسية كيف لرئيس برلمان يلتقي برئيس دولة وهذا جعله يدخل في صراع الصلاحيات مع رئيس الجمهورية وهناك أيضا احتراز نحن نعرف أن الزيارات الرئاسية أو عندما يتحول شخص إلى الخارج ولا يكون رئيسا للدولة فيجب أن يكون هناك شخص آخر من وزارة الخارجية يحضر هذا الاجتماع وهو ما لم يحصل وقيل الكلام الكثير هل أن هذا يؤكد تكوين حزام شمال إفريقي تحت إشراف تركيا ويبدأ من ليبيا أيضا هناك حادثة الوطية عندما سقطت قاعدة الوطية في ليبيا راشد الغنوشي بعث ببرقية تهنئة لفائز الصراج وانتقدته الصحف التونسية بشدة عن هذا الموقف لأنه لا ينطق باسم الدبلوماسية التونسية وأخيرا أعتقد أن بالنسبة إلى حركة النهضة كانت تتصور أن بقاء وقوة الإخوان في ليبيا سيدعم مشروع الإخوان الإقليمي ووجدت في آخر المطاف أن هذا المشروع فشل إذن بالنسبة إلى الإسلام السياسي سواء من الناحية المحلية في تونس أو من الناحية الإقليمية هو يشهد هذه الصعوبات وهذه الصعوبات تزامنت أيضا مع ظروف أخرى وهو ما نعرفه في أوروبا من مطاردة طيارات الإسلام السياسي وبالتالي اشتد الخناق حول هذا الطيار سواء كان إقليميا أو دوليا أو محليا وهذا يعود إلى سبب أساسي وهو أن طيار الإسلام السياسي له منسوب ضعيف حول إيمانه بالقومية وبالوطنية فهذا العمل أو هذه فكرة ما يسمى بالصحوة الدينية التي كان يتزعمها القرضاوي وكما كان يقول أيضا منظر الإخوان في مصر سيد قطب من أن الوطن هو حفن من التراب المتعفن هذه الأدبيات الإخوانية بقيت إلى اليوم ولو أنها خفت قليلا ولكنها بقيت تؤثر في طيارات الإخوان في العالم العربي ولذلك نجد أن تنظيم الدولة للإخوان هو أكبر تعبير عن أن هذه الجماعات تعمل ضمن هذه المنظومة الإقليمية والدولية أستاذ أحمد بان أخيرا لك الكلمة الأخيرة فيما تعلق بوضع الإخوان الخيارات أمام هذه الجماعة أمام القواعد التي تشعر بغضب من هذه القيادات واتهمتهم بالتخلي عنهم مصير هذه الورقة في يد تركيا أيضا هل هي بالفعل تخلت عنها مقابل هذا التقارب مع مصر أم ماذا تعتقد سيد أحمد يعني فيما يتعلق بتركيا كما أسلافت ستحاول تركيا أن تستخدم هذه الورقة إلى أقصى حد وتؤمن أقصى استفادة منها أما ما يتعلق بمستقبل التنظيم فأتصور أن صيغة التنظيم الدولي لم تعد صيغة قابلة للحياة بعد حالة الانكشاف المحلي لفروع التنظيم وحالة الانكشاف الإقليمي والدولي وحالة التضييق حتى على حركة التنظيم وعناصره في الخارج حتى في أوروبا وبالتالي أتصور أن أزمة التنظيم التي جرت في مصر أو نكبة التنظيم في مصر كان لها نعكاس في كل فروع وقوة التنظيم الدولي مرهونة بقوة التنظيم في مصر والتنظيم في مصر تداعى إلى حد كبير وحدثت به حالة انكشاف كاملة حالة تشزي تنظيم غير مسبوقة عبر تاريخه جدل حول الأفكار والثوابت والأهداف والمشروع حالة الفشل في تجربة الحكم في عدد من الأخطار سواء في مصر أو في السودان أو حتى في التجارب التي لازالت تروح مكانها أو تكابل حالة الفشل الذي سيأتي في أقرب وقت لو تحدثنا عن تجربة تونس أو حتى في التجربة الليبية التي انكشفت بالكامل لا أتصور مستقبل لهذا التنظيم وأتصور كما قلت في السابق أن هذه الجماعة وهذا التنظيم استكمل أطوار حياته ولا أتصور أن يمر إلى قرن جديد مهما حاول إعادة التموضع أو تغيير الأسماء أو تغيير التكتيكات لكن كل هذا لن يغير من مصائر هذا التنظيم شيئا شكرا جزيلا لك من القاهرة أحمد بان الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة وأشكر أيضا من العاصمة التونسية الدكتور علي العلاني الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ومن بنغازي أشكر أيضا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور جبريل العبيدي شكرا جزيلا لكم أفادت مصادر الحدث أن الوفد التركي الذي وصل إلى مصر سيعقد أولى اجتماعاته صباح الغد مع مسؤولين مصريين ومن المرجح أن يلتقي بمسؤولين بارزين من وزارة الخارجية ووفقا لمصادر الحدث فإن الوفد التركي سيعرض على القاهرة رؤيته للملفات العالقة كما سيقوم بمراجعة ما تم تنفيذه سابقا بين الطرفين بدورها كشفت مصادر الحدث أن مصر ستقدم تصورا لعودة العلاقات مع تركيا وفق عدة مراحل بينما يقوم الوفد التركي بدعوة مسؤولين مصريين لزيارة أنقرة لعقد اجتماعات ديبلوماسية وأمنية هناك بينما تجري ترتيبات أخرى لزيارة مسؤولين أتراك بارزين من بينهم وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات إلى العاصمة المصرية نبقى في القاهرة وينضم إلينا تامر نصرة مراسل الحدث مساء الخير تامر إذن كانت هذه الزيارة التي يحضر لها منذ فترة في هذه المرحلة من مرحلة محاولات التقارب التركية من مصر ما تفاصيل هذا الوفد والمطروح في الاجتماعات ما بين هؤلاء المسؤولين والمسؤولين المصريين مساء الخير يا إنجي بطبيعة الحال هذا الوفد القادم من تركيا سوف يبدأ في النقاش مع الجانب المصري والذي بالمناسبة يضم مسؤولين ديبلوماسيين وأيضا مسؤولين أمنيين سوف يتم التناقش بينهم في ما يمكن أن نطلق عليه إجراءات إعادة بناء الثقة مرة أخرى لأن الأتراك على مدار بضعة شهور مضت كانت قد صدرت من جانبهم تصريحات وبادرات مغلفة بالنوايا الحسنة ورد عليها وزير الخارجية المصرية بمنطقة الوضوح أن نحتاج لأن نرى أفعال أكثر من هذه النوايا الحسنة وربما هذا هو ما تحاول أنقرة أن تقدمه للقاهرة غدا بطبيعة الحال هناك موضوعات على الأجندة المصرية التي سوف تطالب بها الجانب التركي الأبرز على الإطلاق هو الملف الليبي وأيضا ملف جماعة الإخوان المسلمين وعناصرها المتواجدة في تركيا تعلمين بطبيعة الحال أن ربما الزيارة الرسمية التركية إلى ليبيا واضح أنها تكرس لوضع مستديم وربما يتناقض هذا مع ما سوف يتم النقاش حوله غدا ولذلك نترقب بالذات هذا الأمر وخاصة أن القاهرة سوف تطلب بمنتهى الوضوح خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا والمرتزقة السوريين بالذات الذين جلبتهم القوات التركية بالطائرات إلى غرب ليبيا وهذا الأمر هو من الأمور الشائكة في هذه النقاط التي سوف تناقش بالإضافة بطبيعة الحال إلى ملف جماعة الإخوان المسلمين هناك عناصر خطرة بالنسبة للأمن المصري صنفها كخطرة وهناك عناصر محكومة عليها بالإعدام في قضايا جنائية تم الحكم فيها من قبل محاكم مدنية هنا في مصر وبالتالي القاهرة تطلب تسليم هذه العناصر وكنا قد علمنا أن هناك حركة مكثفة من قبل بعض هذه العناصر الإخوانية لمغادرة الأراضي التركية فهذا الأمر أعتقد أنه من الأمور التي سوف تناقش غدا خلال هذا اللقاء وربما يعرف الأتراك من جانبهم عن أنهم قد قدموا تلك الإجراءات التي يمكن أن توصف بأنها إجراءات بناء الثقة لحظنا جميعا مثلا وقت أن تصاعد الهجوم عبر قنوات الإخوان الإعلامية المختلفة أن سارعت السلطات التركية بكبح جماح مثل هذه الهجمات الإعلامية وتم إيقاف عدد من البرامج فربما تكون هذه هي بداية الخيط أو بداية انطلاق طرف الحديث ما بين الوفدين التركي والمصري غدا هناك الكثير من المعطيات التي تغيرت على الأرض خلال السنوات الماضية وحتى خلال الشهور الماضية منها ما قامت به مصر مثلا من جهود في مسألة غاز شرق المتوسط ومنتدى غاز شرق المتوسط التي خرجت منه تركيا بالكامل بينما وجدت فيه عدد كبير من الدول البحر المتوسط متضمنة السلطة الفلسطينية ولكن الأتراك خرجوا من هذه المعادلة في نفس الوقت الأتراك يملكون أوراق أخرى للضغط خاصة في وجود عسكري لهم سواء في ليبيا أو في شرق المتوسط مثلا في سوريا وغيرها من وسائل التقوية والدعم التي تطلقاها من قوى دولية وإقليمية أخرى نعم إذن ملفات مهمة بالتأكيد سنعود إليك تامر لمتابعة هذه الاجتماعات في الغد ما بين مسؤولين أتراك ومسؤولين مصريين شكرا جزيلا لك من القاهرة تامر نصرت مراسل الحدث شكرا لك إلى فاصل ونتابع من بعده مكاتب صرافة لغسيل أموال إيران وحزب الله بتورونتو ترجمة نانسي قنقر لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدى للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحييكم من جديد اتهمات بقضايا فساد ما زالت تلاحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من سويسرا إلى فرنسا بعد أن قدمت منظمة معنية بمكافحة الفساد شكوى قانونية في فرنسا ضد سلامة وتدور تفاصيلها حول استثمارات في الخارج تشمل عقارات يمتلكها بملايين اليورو وقالت المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية قالت في بيان لها أنها قدمت الشكوى بالاشتراك مع مجموعة من المحامين وأنها تتعلق بعمليات شراء مجبوهة لعقارات في فرنسا في المقابل قال حاكم مصرف لبنان أنه أثبت حصوله على مصدر ثروته قبل توليه منصب حاكم مصرف لبنان في عام 93 وقالت لورا روسو مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة قالت أن أسماء شقيق سلامة وابنه وأحد مساعديه وردت في هذه الشكوى التي تستهدف المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في فرنسا تستهدف بشكل خاص الاستثمارات الكبيرة في الخارج التي تمثل الأصول المجبوهة لثروته في فرنسا على حد تعبيرها الشكوى تتعلق وفق جهة الادعاء بأصول وشركات وأدوات استثمار في أنحاء أوروبا بمئات الملايين بالعملة الأوروبية الموحدة وتزعم أن سلامة وأفرادا من عائلته ومساعدين استخدموها على مر السنين لتحويل أموال إلى خارج لبنان كما تحدد الشكوى نحو عشرين سياسيا لبنانيا كبيرا وتشير إلى أن مالك بنوك ومساهمين يمكن استهدافهم في المستقبل ترجمة نانسي قنقر كشفت مصادر سياسية لبنانية لصحيفة الشرق الأوسط أن اللقاءات وزير الخارجية الفرنسية جون إيف لدريان خلال زيارته لبيروت الأربعاء ستقتصر على لقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بيري دون الآخرين المعنيين بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد أن تواصلت السفرة الفرنسية في بيروت مع عون وبري وحددت موعدين منفصلين لكل منهما المصادر أوضحت للصحيفة أن الخطوة الفرنسية قوبلت باستغراب إذ فصرت على أنها إصرار فرنسي على المساواة بين من يسهل تشكيل الحكومة وبين من يرفع شروطه التي لا تزال تعيق ولادتها من بريس ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي ميشيل أبو نجم أهلا بك سيد ميشيل معنا على شاشة الحدث يعني أولا سنبدأ من هذه الشكوى من قبل هذه المنظمة غير الحكومية والمتعلقة بمصادر أو هذه الاستثمارات لحاكم مصرف لبنان وسياسيين لبنانيين آخرين في فرنسا وغيرها من الدول لو تعرفنا على مزيد من التفاصيل سيد ميشيل نعم بداية علينا أن نقول أن ما أثير اليوم بالنسبة لحاكم مصرف لبنان هذا ليس جديد لأن هناك الكثير من الكتابات التي صدرت في فرنسا منذ عدة أشهر حول هذه المسألة ثم علينا أن نشير أيضا إلى أن تأتي في سياق ما يلاقيه الحاكم مصرف لبنان إن في سويسرا من جهة أو في بريطانيا من جهة أخرى اليوم هناك مجموعة من الدعاوة أولا بحق العديد من المصارف اللبنانية الموجودة لها فروع في فرنسا بحجة أنها تحجز أموال المودعين وبينهم مودعون لبنانيون وفرنسيون وغير ذلك من الجنسيات وهذه الدعاوة اليوم موجودة أمام المحاكم بالنسبة للسياسيين اللبنانيين هذا أمر جديد من المعلوم أن في فرنسا قانون يعاقب من يحصل على أصول بطرق غير مشروعة هذا القانون رأينا أنها قطبك بحق الكثير من القادة الأفارقة الذين يشترون هنا قصور وبيوت وسيارات ومتاجر وغير ذلك ومصادر تمويلهم الشرعي لا تبرر حصولهم على هذه الأمور هذا القانون يمكن أن يطبق على سياسيين لبنانيين يمكن أن يطبق على حاكم مصرف لبنان وكل من تثبت إدانته هناك اليوم هناك شكاوى ولكن الشكاوى لا تعني الإقرار بالذنب بل ينتظر أن تتم المحاكمة هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة أنت تعلمين أن وزير الخارجي الفرنسي أعلن قبل يومين أن بلاده قد اتخذت مجموعة من الإجراءات ومنها منع دخول الأراضي الفرنسية لمجموعة من السياسيين اللبنانيين وهم على نوعين النوع الأول من يسميهم الوزير الفرنسي المعرقلون أي الذين يمنعون الخطط الإصلاحية في لبنان يمنعون تشكيل حكومة جديدة وبكلام آخر يقفون بوجه المبادرة الفرنسية التي عرضها الرئيس ماكرون في شهر سبتمبر من العام الماضي أما النوع الثاني وهنا نعود إلى موضوعنا الأول فهم الفسدون الفسدون أي الفسدون ماليا الذين يستخدمون مناصبهم في شهر ثروات وغايدة ثم علينا أن نشير أيضا إلى أن الوزير الفرنسي سيكون في بيروت بعد غد يوم الأربعاء لمجموعة من الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين وأعتقد أننا سوف نتحدث عن هذا السؤال بالتأكيد كان هذا هو السؤال بالفعل سيد ميشيل هذه اللقاءات المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان في بيروت هي حتى الآن مع فقط رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيها بيري لماذا برأيك ستقتصر هذه اللقاءات على لقاء هذه الشخصيات؟ وهل هذا يشير كما يتخوف البعض إلى بداية انسحاب فرنسا من الملف اللبناني وخصوصا بعد عدم حدوث أي خرق فيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية؟ نعم بداية بالنسبة لزيارة ماكرو حتى مساء هذا اليوم لم تعلن الخارجية الفرنسية رسميا عن قيامه بهذه الزيارة بالطبع الزيارة سيصل إلى بيروت مساء الأربعاء وستكون له عدة اجتماعات يوم الخميس كذلك ليس هناك برنامج رسمي لذا أعتقد أن الأخبار التي ذاعت في بيروت وغيرها بين أنه يقصره لقاءاته فقط على رئيس الجمهورية وعلى رئيس مجلس النواب هي أخبار متسرعة لأن الخارجية الفرنسية تقول لنا أنها على تواصل مستمر مع صفراتها ومع المسؤولين اللبنانيين من أجل البرنامج النهائي لقاءة الرئيس الوزير لودريون ولا أعتقد أنها ستبقى عند الرئيس عون والرئيس برغي بل ستتناول مجموعة من الشخصيات أوله الرئيس سعد الحريري باعتبار الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة هناك شخصيات أخرى أيضا من السياسيين وهناك أيضا البطيراك المرون هذا من حيث الشكل الآن من حيث المضمون من الذي يريده الوزير الفرنسي من هذه الزيارة بداية علينا أن نشير أن الرئيس ماكرون تراجع نوعا ما في الملف اللبناني وترك اليد للوزير الفرنسي الوزير الخارجية لذا رأينا أن ماكرون منذ عدة أسابيع لم يأتي على ذلك اللبنان المرة الأخيرة التي ذكرها كانت بمثابة إجابة على سؤال صحافي اليوم ما يريده لودريون أن يؤكد مجدنا أن المبادرة الفرنسية ما زالت حية والفرق بين هذه الزيارة وبين المبادرات الفرنسية السابقة هي أن الوزير الفرنسي يحمل في جيبه ورقة ضغط بالغة الهمية هي ورقة الأقوبات وهذا يعني أن المحفزات التي عرضتها فرنسا في السابق لم تكن كافية كما أن الهراوة التي حملها الرئيس ماكرو وأشار إليها لودريون عدة مرات لم تكن كافية أيضا وبالتالي فإن اليوم هناك قرار مؤكد بصدور عقوبات بصدور قرارات تقييدية لمجموعة من السياسين اللبنانيين ثم ما هي معلوماتك عن هذه العقوبات سيد ميشيل وأنت تقول بأن فرنسا ربما تلجأ في هذه المرحلة إلى هذه الورقة الآن أمام كل هذا التعطل في تشكيل الحكومة اللبنانية نعم هذه العقوبات اليوم مقصورة المعروف عنها حتى الساعة أنا مقصورة على منع دخول الأراضي الفرنسية لمجموعة من السياسين اللبنانيين ولكن هذا سيكون أول الغيث حقيقة الأمر أن باريس تفضل أن لا تصل إلى مرحلة فرد عقوبات لأن فرد عقوبات ماذا يعني؟ يعني الانقطاع عن الشريحة السياسية التي ستفرض بحق هذه العقوبات وبما أن النظام اللبناني كما نعلمه وهو النظام توافق الديمقراطي توافقي هذا يعني أنه يكفي لفريق مثلا أن ينسحب من تأييد الحكومة التي تحتاج إلى ثقة في مجلس النواب وبالتالي هل سيتعين عندها على باريس أن تسحب الأسماء التي كانت تفرض عقوبات هذه مسألة أساسية وبالتالي ما يفضله الوزير الفرنسي ومتفضله من باريس أن تبقى هذه الورقة في جيبه هي ورقة ضاغطة هي ورقة يمكن أن تدفع المترددين والمتمنيعين والمعطلين والفاسدين عن توقف بوجهة الوزر الفرنسية والسائل بتشكيل الحكومة ثم هناك عنصر جديد أشرت إليه صحيفة الشرق الأوسط اليوم وهو أنه عندما وجدت باريس أن العقوبات الأوروبية التي طلبتها فرنسا والتي قدم بشأنها الوزير الخارجي الأوروبي جوزيب بوريل مسودة في اجتماع وزراء الخارجية الأخير في بروكسل وجدت فرنسا أن هذه العقوبات ستتأخر كثيرا للأسف سيد ميشيل أعتذر منك بشدة الوقت انتهى شكرا جزيلا لك من باريس الكاتب والمحلل السياسي ميشيل أبو نجم شكرا لك مهمة التقصي والتحري لكشف عمليات غسيل أموال في تورونتو لم تكن سهلة المعلومات التي حصلنا عليها تشير إلى أن هناك عددا من مكاتب الصرافة في تورونتو لها علاقة بغسل أموال النظام الإيراني ووكلائه بمليارات الدولارات رفاه السعد وتفاصيل خبراء مكافحة غسل الأموال في كندا مستمرون في كشف تورط النظام الإيراني وأدرعه كميليشيا حزب الله في هذه العمليات تقصينا قضية غسل الأموال وتبين أن هناك عمليات غسل أموال كبيرة ليست في ذانكوفر فقط بل في شمال تورونتو أيضا هذا الشارع يطلق عليه بين أفراد الجالية الإيرانية تهرانتو وهي كلمة تجمع بين تهران وتورونتو وذلك لكثرة المحلات والشركات التجارية الإيرانية بالإضافة إلى مكاتب الصيرفة وتبديل العمولات يك نفر يا دو يا چند مؤسسي مالي نيه زورن زياتر لا تتوانين بلين شايد ده نفر بن ده مؤسسة بن لواني زياترش كاوانا انوالون دقال مني لاندرينج لتورونتو لكاندا خبراء كنديون ذكروا أن هدف إيران وحزب الله من تجارة المخدرات هو إضعاف المجتمعات من خلال الإدمان على المخدرات أو من خلال التكاليف الاقتصادية التي تتكبدها الدول لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تجارة المخدرات هناك ت you this perception of that money laundering by iran and its agencies like IRGC revolutionary guard or even hezbollah and other affiliated terrorist groups in middle east in canada supported by immigrants from those countries and it's wrong we never support that we are even fighting against money laundering because it's affecting our communities here إنها تسعيد العقوبات على إيران عام 2010 نمت بشكل كبير الشبكات السرية لتحويل العملات وتحولت تورونتو إلى أحد أكبر مراكز غسل الأموال لمؤيدين نظام إيراني رفع السعد الحدث تورونتو كندا مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الساعة شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر